رحب حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه مستمرين في عرض المواهب الشبابية اللي يعني من هذه المواهب شيري أشرف الفنانة الشابة اللي قدرت لا تدخل قلوب كتير من المتابعين لمسلسل حضرة العمدة المسلسل اللي بتشارك فيه في الموسم الرمضاني واللي بتجسد فيه شخصية صفية حامل يمكن من المسلسلات اللي روبي عاملة فيه برضو شخصية مختلفة وفيه قبول كتير يا منا لي الجمهور للمسلسلات حاجات من صفية وروبي وورق رايح وورق جاي وحنتكلم عليه شاري واحدة من النجوم برنامج الدوم اللي خرج لنا مواهب كتير وشاركه السنة دي فيه دراما رمضان عايزة أرحب النهاردة بشاري أشرف اللي من ورانا في البلاتو صباح الفل عليك يا شاري صباح الفل أهلا بي أهلا بي أهلا بي مسلسل كبير واختيار ورمضان حاجة مش سهلة لا هي كانت أول مرة الحقيقة قدام كاميرا كانت في برنامج الدوم الموسم الأول السنة اللي فاتت دي كانت أول تجربة يعني ده كان بقى التوتر كله بس أنا طبعا أخدت الحماس والطمأنينة أكتر عشان اشتغلت مصرح وأنا حاليا في المركز البدار الفني تحت كائد الدكتور خالد جلال فهو طبعا معلم سبير يبقى سنتين بتتمرني والبقى لي كانت إيه؟ أو بالضبط بقى لي سنتين في الورشة يعني دخل على سنتين أهو فكل بروبو أنا بأتعلم حاجة جديدة فده كمان إداني سكة أكتر قدام الكاميرا صحيح طيب عاوزين يا ربقى إزاي جي اختيارك للمسلسل ويمكن كسرتي قبل الفقرة كنت بتقولي لي أنت كسرتي رهبة الكاميرا في الدوم وانطلقتي بعد كده في المسلسل إزاي تم ترشيحك للمسلسل أصل؟ تم ترشيح المسلسل علشان أنا كنت في برنامج الدوم كان الأكتن كوتش بتاع البرنامج عندنا كان أحمد مبارك فهو أحمد مبارك صادف أنه هو الأكتن كوتش في مسلسل حضرة العمد فكان أستاذ عادي الأديب طالب منه وجوه جديدة تشبه روبي شوية مثلا أو كده فأنا كنت من ضمن المرشحات فدخلت عملت الأوداشن قدام أستاذ عادي الأديب نفسه فأنا اللي هو المخرج بنفسه بيعمل لي أوداشن فكنت متوتلة الأول بس بعدين أخدت دافعة كده اللي هو ياخدها يا مش هاخدها فتمام فبس فالحمد لله قبل لها يا إما خلاص راحت علي بالضبط جدا بس خصوصا أن أنا كمان يعني أنا بحاول قوي في موضوع الأوداشنز ده من زمان جدا يعتبر من 2016 بروح أوداشنز كتير وما بتقبلش وما بتاخدش بس استيل عندي يقين أن أنا هيجي وقت كده ربنا هيشور علي صحيح فإمتى الوقت ده أنا مش عارفة بس دايما لما بتجيلي فرصة مش بسيبها بقى اللي هو ممكن دي تبقى الفرصة فمش هينفى أن أنا أسيبها فأول ما أحمد مبارك كلمني على الأوداشن ما ترددتش بقى لحظة قلت أنا كده 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 جاربت كتير فتمام يلا هروح أشوف يعني فبس فكان بالنسبة لي خضى أن أنا أخدت الدور وأنا قعدة وأصلا لنا عارفان دايما بعد الأوداشن بيعودوا وقت وبعدين يتناقشوا في الموضوع ويوروا المخرج وبعدين يكلموني كان القرار كان وقتي ساعت أنا كنت في وقتها كده تمام والساشرية على تغذية الدور وبتاعتن له إيه؟ أنا يا ابني فقعدت شوية كده مش قادرة أستوحد وبترددت أن أنا أخرج بقى حد يجي أخد مقساتي وحد يجي أخد بطاقتي وأنا بقى كل حاجات برمانها موضوع بيكبر يا جماعة موضوع بيكبر فيه؟ أنا أولا مينو فقعدت شوية كده مخضوضة بس بعدين يعني مع الوقت تردد بقى أحس أن أنا جاتلي فرصتي طيب صفية بنت حامد وبنت كابر اللي قاعدة في المدينة الجماعية وبتدرس ورجعت بلدها وقابلت العمدة حكينا بقى تفاصيل الشخصية دي أكتر هو أنا قعدت وقت كبير قوي علشان أقدر أن أحضر للشخصية دي بالرغم بقى أنه ما أجذبش عليكي يعني هي ما كانتش بعيدة عني خالص يعني هي الشخصية دي قريبا مني في حتة مثلا اللماضة في حتة اللي هو الفرش شوية حتى تلاقي مامتي مثلا تقفل ساعات كده وبابايا يقفل مش عارف إيه وأنا لسه الفرفوشة اللي موجودة فدي حاجات ما كانتش بعيدة عني بس كون إن هي اتربت في البلد دي بس هي بتدرس في القاهرة وبعدين رجعت للبلد دي تاني فكان عندي مشكلة في اللهجة فإنه أنا دلوقتي هتكلم إيه بقى يعني هتكلم زيهم ولا هتكلم عادي عشان أنا في القاهرة ولا هعمل إيه حتى تلاقي فيه مشهد كان بيني أنا وروبي وقالت لها آه ده وبعدين باقي المشهد كل أنا بتكلم عادي اللي هو حصل وقت العصبية الأصل زهر والمتعود عليه تطلع لكن وقت العادي بقى خلاص الشكل المتداول للتعامل اليوم فلا هو بس هم من رحناش لحتة الله يعني هي أهم حق لا الحمد لله ما وصلتش للدرجات ايه أصعب حاجة وجهتها صفية أصعب حاجة وجهتها صفية في الحالة ولا برا لا في الحالة في الدور وانتي بت برا ده هتشوفه دلوقتي ونعرف معاناية ولا كنا من الطريق سالك في الدور هو كانت أصعب حاجة بالنسبالي بجد أول يوم تصوير لي برا؟ أول يوم تصوير ده كانت الرهبة وقفة قدام الكاميرا الرهبة ووضيعة اللي هو أنا أصلا من النوع اللي بحفظ بسرعة جدا بس جيت كده في وقت برجع الكلام في الدماغي وانا مفروض دلوقتي دخلي هصور اللي هو إيه 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 لأ أنا كنت فاكريها أنا بقولها كتير أصلا وأنا ماشية ورايحة وجاية بقولها فالهو أنا نسيت الكلام الكتر توطر وبعدين إيه أنا دلوقتي ستبقى وقفة قدامي النجمة روبي وقفة قدامي النجمة بسمة فأنا اللي هو الحاجات دي كلها بتوتر يعني بس بعدين بقى لما ابتديت إن أنا أتعامل معاهم فهموا بتدوا يحسوني إن أنا مش غريبة بتدوا يحسوني إن أنا واحدة منهم فكان فيه طمقنينة كده فاللي هو إيه تعميم أنا فكرة وأنا تعميم إزاي اللي فقوله بتاع بسواء كان أول مشهد ده هو اللي كان توطر جدا بالنسبالي وتعبت وستاذ عادة الأديب معايا جدا لأننا إحنا كنا بنعيد كل شوية بسبب إن أنا أسف يا جمعة أنا ننسيت معلش أنا نعيد تاني بسواء لو مش شايف فيك حاجة ما كانش هيوافق إلا إحنا نعيد مرة واثنين وثلاثة لأن ما فيش حد بيضحي باسمه فالفكرة أنا شايف في حاجة وهطلعها هطلعها ودل حصل وأنا صادف معايا بقى إن يوم الأوداشن كنت بعمل الأوداشن على هي جملة كده بتتقال فأنا مش عارفة أصلا الشخصية دي مين ولا إيه اللي خلاها تقوله الجملة دي ولا أي حاجة فمش عارفة إيه اللي قبل وإيه اللي بعد إيه بقى الجملة؟ فمش عارفة أن أنا أقولها إزاي إيه الجملة برضو يا شك فجيب بقى قلتها في المشهد إيه الجملة؟ ركالك في الكلام أنا مستني بس أنا أعرف إيه الجملة برضو هو كان مشهد بني نوروبي ده لأنا كشفته بقى في التصوير وهو ده بقى اللي كان موترني لأن ده كان أول تصوير كان أول مشهد خلص على الأوداشن بقى لأنا عملته فأنا اللي هو خلاص بقى أنا قريت وعرفت المشهد ده جيه قبله إيه وبعده إيه ففهمت بقى فكنت أنا أقفة بقولها إيه؟ آدي لازم أحميكي من براسن الشر ومكر الأوغاد وغدر الشريرين وحميكي ولازم أكون شاهدة على كوة الخير وهي بتنتصد لمعاني الحرية والمساواة هيا بنا يا دكتورة صفية لنحارب الظلاميين فالجملة أصلا معقدة جدا الله بيقوم بربوا المثل والغدر الشريرين وجوب بتاعه وحاجات كده اللي هو أصلا مش مفهومة مفروض أن أنا بقولها قوي من الحتة دي فدي اللي أنا عملت عليها الأوداشن وجيت بقى في التصوير ده كان أول يوم تصوير بقى فالهو أنا الجملة أصلا عمل عليها أوداشن وبالطريقة أنا حفظاها اللي نسيتها فالهو إيه اللي بيحصل ده فبس فتوترت فسعيتها بقى وصلت على الأديب قال لي لأ فتكري احنا دي اللي احنا عملنا عليها اللي جبناك بيها أصلا ايوه أنا فاكرة أنا فاكرة بس ومت دخلت بقى قلت على طول فبس طيب لما حضرت العمدة خدتك وقيت لك تعالي أنا مجهزة لك مفاجأة دخلت على المكتب طلعت الورق وجدت أنها مذاكراتها الشخصية وأنت يعني التعبير بقى اللي ظهر عليك أن أنت فرحانة ومتفجأة أنها وثقت فيك وانت طبعا طول المسلسل مبينان لها قد ايه هي بالنسبة لك قدوة وانت حب الشخصية ومباهرة بيها التفاصيل اللي حصلت دي كلها عملتيها ازاي وكنت عاملين بقى ايه عاملالها عاملالها بروف التراويزة ولا كنت عاملين ايه علشان يطلع على المشهد بشكل حلو أنا حيث أقولك أنه خالص بقى أنه أنا المشهد ده ما كنتش أنا لسه وصلت له في الورق لأن وانا بقرأ كنت بقرأ السيناريو كامل علشان أعرف أنا في المسلسل كله أبعت شخصيتي فين وبتعامل مع مين ازاي وبتعامل مع مين بايه فكان لازم أن أنا أقرأ السيناريو كله طب فكنت في خلال التصوير كنت لسه بقرأ وده كان أول سيناريو او كنت لسه بقرأ السيناريو اللي هو أنا لسه ما خلصتوش كوم ورق بقى قد كده وانا لسه ما خلصتوش فالحيطة دي أنا كنت شفتها وصلت لها فبعدين فقعدت عملت سكيب كده لكذا حلقة لحد ما وصلت للحلقة بس أنت كنت عارفة التفاصيل بقى أنها آه طبعا يعني أنت كنت عارفة التفاصيل آه طبعا ده كنت عارفة وكمان أنا كنت صورت قبلها فأنا عارفة أن أنا دايما بصّلها بنظرة اللي هو الإيه اللي انبهار وأن أنا عايزة أكون زيها وأنه إيه ده فيه ست قدرت تبقى حضرة العمده في بلد طل شبورة وأنا عايزة بقى زيها وهي مثل الأعلى طبعا الكلام ده كله مش بيتقل بس هو جوايا كده يعني هي بتتكلم أو بتاخد قرار نحية موقف أو قضية أو كده أنا دايما بصّلها بللي هو إيه منبهرة بيها يعني فبالتالي إن أنا رايحة بيتها وهي محضرة لي مفاجأة في البيت فأنا فتحت فبقول لها أصلا بقول لها إيه المفاجأة في كده مش فهم اللي هو نوتبوك الجلد ده فأنا هستلمش رمع إيدي فلما قلت لي دي مذكراتي فأنا اللي هو دي حاجة كبيرة قوي عندي ده ده بقى اللي أنا لقطت ده حاجة كبيرة قوي ده مذكراتها هي يعني حاجة شخصية لها هي وبتدهاني أنا فلا حاجة كبيرة جدا طبعا فاللي هو أنا غصبة عني أصلا حسيت بل هو في دفع كده فحضنت النوتبوك وعملت شوية تفاصيل كده بس زهرت أنا سألتها سؤال بقول لك إيه أصعب مشهد قابل صفية قلت لي انتي ولا هي فأكيد وراه برضو حاجة وكان فيه عقبات يعني النجاح زي ما بيقول كده طريق ما بيبقاش ممهد ولا مفروش بالرمال أو بالسجادة الحمراء فيه معاناة وأكيد فيه حاجات كتير عدتي عليها إيه أصعب حاجة عدت عليك أنا أصعب حاجة عدت علي في في الـ في حياتي أنا كشيري أنا كشيري يعني أنا كشيري يعني ليه كده بتدوس ع الجرح لا هو إن أنا مثلا رحت أداشن في مرة كانت المرة دي بالنسبة لي أنا كنت خلاص بقى في كده الشغف نحيبت الموضوع اللي هو أنا رحت لأداشنز كتير قوي بجد وكنت باصح بقى الصبح النهاردة يوم الأداشنز فكنت بعدي بقى على المكاتب وخلص هنا وروح هنا وروح هنا ومش عارف إيه فبعدين قعدت شهر كده اللي هو لا أنا مش هحاول تاني بقى خلاص أنا عملت بما فيه الكفاية ولو فيه حاجة أكيد هيكلموني وكده قعدين فجي أداشن لحاجة وأنا قلت إيه أنا مش هروح مش هروح يعني حاسة أن أنا ما عنديش طاقة وشغفي أصلا بيقع مني فحاسة أن أنا لو رحت زيادة بقى هيبقى عليها الزيادة فممكن أسيب الفن أصلا ممكن أقوم بجأة عاملة شفت الكارير لأي حاجة تاني فبعدين مش عارفة حاجة ديتني حافظ كده بإنه إيه جرب روح جرب مش هيحصل حاجة فاليوم ده أنا رحت وتعاملت معاملة سيئة جدا يعني إيه تعاملت معاملة اللي هو إيه تتعملي نجمة من أولها أنا أعرف الحاجة المحبطة اللي في الأول أه وبقول بقى إيه يعني أنا طالبة في المعهد ومش عارف إيه وبعرف نفسي مش عارف إيه فالل هو إيه وقفي في الصفه فببص كده فلقيت صف بقى كان كان على مسلسل برضو فلقيت صف بقى كبير جدا ففضلت وقفة في الصف ده ساعتين وأنزل تحت واطلع تاني وانزل تحت واطلع تاني وشم هوا برة شوية فده ضغط ضغط وفي الآخر بقى قبل ما جيه دوري كان قدامي اتنين فهم قالوا إيه إحنا لازم نقفل دلوقتي علشان نخلص معاد المكتب ومش عارف إيه متشاكلين لكم جداً لو في أي حاجة تانية هنبعتلكو تاني فالل هو استفتي قلبك كمل أول طب انا كان إيه اللي نزلني من البيت طيب فالل هو حسيت بقى هنا انه طب هل دي بقى أشارة ان انا مكملش خالص ولا ايه بس ومع ذلك بقى دايما باخد قرار وبرجع فيه باخد قرار ان انا لأ خلاص مش هحاول تاني الحمد لله اللي ترجعتي فيه علشان نشوف نجمة يعني صعيدة وانشاء الله يعني اكيد ليك مستقبل كبير يا شبي شكراً جدا ويعني بس احنا بتمنى انا ومنا لما نكلمك بعد كده علشان تيجي معنا يعني خلاص بقى بقى نجومية بقى خلاص خادتك لا طبعاً على ايه لا اكيد فيه ادوار كتيرة ويعني المستقبل بتاعك وخلاص اللي فات فات لكن اللي جاي هو ان شاء الله بتاعك وزي ما بيتقال الدوم بوقت النجوم وفعلاً حصل من الدوم ويعني بقيته خلاص على سلم النجومية بنشكرك شري أشرف ونورتينا في صباح الخير يا مصر بسي جداً شكراً نورتينا يا شري أهلا وسهلا بيكي سعادة أم وجودك وقد إيه كنت تلقائية وطبعية وده واضح لكل اللي بتابعت بسي جداً أنا سعيدة أنا قبلتك والله شكراً شكراً